تمانية مش هينفع يعني سجلت اه? وانت انت ايه اغبار? وانت كمان انت ايه الدنيا? عام تعال انزل من عدك كده خمس داية لانخياته. ما تيجي. ما تيجي عام كل الشباب كلها جواه والله. ما تيجي تسجل والله انت كمان. الجولة بسرعة كانت ممتازة زي ما انت شايف انا جاي بالجولة دي تمانية وتمانين نقطة بعشر نقطة من اللينو. ستة نقطة من كاش بكلينشيت. بوتمن وبيرن الاتنين طبعا جابوا لي اتناشر نقطة كلينشيت وجون الاتنين. فكان برضو من احلى الاختيارة عملتها لانا انا كنت خرجت بشيلو اللي جبتو مكانو بوتمن. طبعا تشيلو اللي عارفين ان هو نزل خد الكارت الاصفر من الدكة. فخارج لي بزيرو نقط. فده كان منحصل الخيارات بصراحة الحمد لله. نص الملعب للأسف. انبوينو ما مسجلش. ولا سترلين مسجل برضو. خلاص بصراحة ماشيين من الفريق. ساكب تلتاشر نقطة وماديسون تسع نقطة. صلاح عشر نقطة. الفريز خرج بتبديل تكتيكي لان رودري للأسف خد كارت احمر. فكان لازم يتبدل وينزل مكانه اكي عشان يسد الفراغة اللي ورا. هلان للأسف جاب جون واحد بس وقال للأسف لو انت شفتها ماشي هتفهم برضو. ست نقطة كان ممكن تبقى اكتر من كده بكتير. بس هتشاجره اشي للكابتنة من هلان لان الناس كلها عملت اكاونتات. كابتن هلان تسيب الجيم. هتسيبه هيتهم تاريخك. فلو هيلاعب السيتي في بيت يعني لو هيلاعب ليفربول في بيت ليفربول. ما اه لازم تكابتنه. مش هتكابتنه وعمل اسستان انت هتنزل ملايين بمراكز. حد الله حد الله. الكابتن على هلاند حين اشعار اخر. فالحمد الله كان الجولة كويسة برضو نزل كده كتبلي في كوينتات انت جبت كم نقطة ولا بين على طول نبدأ في الفيديو. اول ماتش معنا وهو كريستال بلاس وفولة. ماتش ده بصراحة اول حاجة لازم نقولها ان للاسف خلاص كفاءة ليه كده هو لاعب ما بيجيبش نقط مش لاعب بصراحة بس لعب ممتاز جدا. وادورد للأسف الناس كلها كان بتفكر فيه كاوبشن لان هو مهاجم خطير بخمسة ونص مليون او خمسة وستة مليون حاليا لكن للاسف خرب وماتش مصاب وهنشوف لسه قدام الاصابة بتاعتها طاول ولا لأ لكن ماتش ده اغلب الناس او اكتر كل الناس اللي معاه لانه لازم تكون مبسوطة احلى عشر انشيك فجاب لك عشر نقط اجمال. تاني ماتش على طول ماتش اللوتن وبولبس. اللي خلص واحد واحد وماتش ده ازا شاهد حاجة هيشهد موريس قبل الدابل جيمويك على طول اللي هو خلاص الجاية هتبقى دابل جيمويك اللي كله بيفكر في موريس بخمسة ونص مليون ايا كان بقى هتجيه مكان الفاريز هتجيه مكان جاكسون بس بخمسة ونص مليون دابل جيمويك وموريس نايم بقى له جولتين جيه جاب لك جون دلوقتي عشان تجيبه ويبقى مست ترانسفرين زي كل الشباب ويخيش للأسف زي كل بقى موريس بخمسة ونص مليون عنده دابل جيمويك الاسبوع الجاي جاب جون في الماتش ده وكابوريه طبعا قباربع مليون جاب الاسستية بتاعته وكل الناس هتجري على كابوريه وموريس اللي في الاغلب يعني اوه بصراحة دابل جيمويك كويس دابل جيمويك الى حد ماك كويس بصراحة وموريس بخمسة ونص مليون وعندك كابوريب اربعة مليون يعني تمام بس انت لازم تبقى عامل حسابين انت لو جبتهم لعبة دابل جيمويك دي بس واحد بيع فانت ممكن تعملها وتستنى لو هتدرب الوالد كارد على الجولة التمانية او التسعة ايه جيبه تشوف عمل حاجة عمل ما عملش كده كده هتعمل والد كارد وطبعا من الناحية التانية من ناحية نتو عمل اللي عليه وزيادة جاب الجول المتين وخرج لك باحلى تسع نقط وما ظنش ان في احلى كده احلى من كده بخمسة ونص مليون لاعب بيعمل اللي عليه وزيادة نروح على طول بعدها على ماتش السيتي ونوتنجام ماتش اللي شاهد كرس كتير 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 جدا لهالند كالعادة زي كل مرة وهالند مالوش نفسي يسجل بصراحة فجاب لنا جول فخرج لنا بست نقط فللأسف اللي مكابتنه بقى وتتناشر نقطة فيعني هنعمل ايه? هنعمل ايه? ده حال كل الناس كله ساب الكابتنه على هالند وصد الجيم فعني اي حد يشيل الكابتنه من عليه هيتهان. وطبعا برضو شاهد ان فودن لعب اساسي وجاب جون هو كمان بس للأسف الناس كانوا غير محظين وانا كنت منكم. بعد بداية الشوت تانية على طول للأسف رودري ما تفهمش بعد ما اخدت بسكوت والشاي بتوع ومرة واحدة قرر ان هو يبدأ بمطش. انا هاخد طرد. اه اكيد طريقة دفاعية مكان الفاريز عشان يسد بيه الخانة اللي حصلت ورا المشكلة. ان رودريو يعتبر النص ملعب الوحيد المدافع في خط اه النص بتاع السيتي فكان لازم يعوضه بلاعب مدافع شوية زي اكيد اللي بيقدر برضو يتحرك بالكورة قدام. فماتش خلص اتنين صف. جون لفودن. جون لهالند. وما فيش كلام تاني نقدر نقول على كده غير نوتنجهام. هي نوتنجهام. عايز تجيب عاوني وتريسك في ساعتك. بس بصراحة ماتشاته مش احلى حاجة لسه. نخرج من ماتش السيتي ونوتك اليوم ومرة واحدة نقطت على ماتش برينفورد وايفرتون. ماتش اللي فاجئت كل اللي مرة واحدة لان ايفرتون انا فريق كورة. هو كرر مرة واحدة ان ايفرتون يا رجالة تعالوا نلعب كورة. واحنا ملعبش كورة ليه من بد. فلاعب كورة قدام برينفورد اللي مش ضعيف خالص من اول الموسم بس بقاله جولتين كده مش اه مش واقف على رجله. تفهمش ايه اللي حصل. تقريبا من اصابة ميه بين ميه وبين اه وهنري اللي اتنين عملوا مشاكل في خلط الدفاع فتحس الفريق مش عارف فيه قوم بكورة لان هنري برضو كان بساعدهم قوي من الجبهة بتاعته. فماتش ده خلو ستلاتة واحد لابرتون شاهد جون لتراكوسكي ورجوع لتسجيل بعد ما نازم الدكة. طبعا جون دوكوريه تقريبا بقى كام بالفريق بتاعه. بقى صانع على العب في الفريق. بقى تحت المهاجم. مركزه غريب جدا بس خمسة ونصف مليون فابو كنت اتفرج عليه لو هيكمل بالمنظر ده خمسة ونصف مليون حلو جدا. انت تجيبه في واحد وتريسك فيه. بس ايفرتون لسه ما اثبتهش نفسها. بس للاسف اللي عمو بماتش ممتاز قدام برينفورد. خلو ان برينفورد معرفوش يجيبه جون غير عن طريق جنسن فللاسف انت رو معك ويسا او امبويمو. وانا معايا للاسف امبويمو. ما عملوش اي حاجة لتاني جولة عالتواني. ده بالعكس امبويمو كمان خد كارة اصل. بس نخرج من ماتش برينفورد وايفرتون ونروح على ماتش برينلي ويونايتد. اللي خلص واحد صفر ليونايتد اللي اخيرا شفنا اول من فترة كبيرة جدا ليونايتد. فطبعا انت لو كان معاك ونانا مبسوط ولو انت عملت وروحت على رجلون لان تقريب ما فيش غير رجلون الوحيد الفريق يقدر يلعب فول باك هو ودلوت. رجلون كان باربعة واربعة مليون. انا بسرعة كنت هجيبه بس امت جايب بوتمن فالحمد الله بوتمن جاب اتناشر. اه رجلون جاب بس بوتمن جاب اتناشر. فمن ناحية ماتش يونايتد وبرنلي شفنا ان برونو بيجع للتسجيل تاني اخيرا. باسستايا من جوني ايفنز اللي ماضي معاهم عقد الاخر الموسم يسد خانة عشان مايلعبش بمجوار تقريبا. بس طبعا ماتش خلص واحد سفر. وكل انا قدر نقوله ان برونو لسه تحت الرادار وبصراحة انا شايف ان يونايتد ومازال ولسه فيهم خيار ان انت يبقى معاك على اقل واحد منهم برونو او راشفورد. لان للاسف في يوم اما يونايتد تفوق برونو وراشفورد هيهينوا الناس اللي معهمش حد فيهم. لان للاسف يونايتد لعيبة زي برونو راشفورد للاتنين ما بيقولوش عن خمسة ثلاثين في المية ففيها ريسك ان انت لعب من غير حد. بصراحة برونو انا لسه شايفه الخيار رقم واحد في الفريق. نخلص ونروح على ماتش ارسنال وتكمة الجولة وديربي لندن. ماتش خرافي لكل اللي شاف الماتش هيفة مصدي. ماتش كان خناء حرفيا. الماتش كان من امتع الماتش اللي تفرجت عليها بقى لي فترة طولة جدا بصراحة. ماتش ده خلص اتنين اتنين. شفنا فيه السنائي. سن وماديسون كل واحد فيهم بيعمل اتنين اتاكن بنترن. سن بجونين وماديسون باسستين. شفنا الناحية التانية ساكا جاي بجون واسستية بس طبعا الاسستية اصلا كانت جون بس حصل دفلكشن. طبعا شفنا لما ساكا جاب اول جون راح احتفى لاحتفال ماتش. فكان الماتش اصلا كله خناءة. بس بصراحة الماتش كان ممتع وبرضو كفانتازي اجلب الناس معها ساكا ويا اما معاك يا مادسون يا سن ده اغلب الناس يعني اللي معاها يا اما ده رابو لايلدكار دي اما بدل لعبة زي ستيرلينج وغريب ان اه اما بدل لعبة زي ستيرلينج راشفورد برونو اكيد عملت حاجة من دول فيعني كان لازم يبقى معاك سن او مادسون وكيه كيه سكت قريبا مع اغلبنا كلها. فماتش كان خرافي كما طبيب جولة ومن قمتع ماتشات من فترة بعيدة. وبرضو من الفانتازي خراف. نخرجوا ماتش ده نخش في ماتش برايتون وبالنموس اللي خلص تلاتة واحد لبرايتون. ماتش كان حلو جدا طبعا متو ما ندل ناس كتير. استوبنيان نفس الكلام. رجع بقى سستايا جاب ستة نقط حلوين. ماتش كان كويس جدا يفكرنا دايما ان برايتون لازم يكون معاك او تحاول على اللي لازم تجيب حد من المهاجمين بتوعه. ممكن تكون ماتشاتك جاية مش احسن حاجة بس لازم نفكر في مهاجمين من برايتون. وزي ما انت شايف قدامك من بعد الجولة التسعة. ماتشات برايتون خرافية فهنبدأ نفكر تاني في من الدفاع ومن نص ملعب. فعايزين نرتابع كده برايتون. مين بيلعب في الماتشات الاوروبية والكلام ده كله عشان نقدر نحدد مين اللي هيبدأ اساسي في كلام دي. فخليك برضو نتابع عشان نشوف كلام ده كله ايه اللي هيحسر فيه. وعلى طول نخش على ماتش الحزن شيلسي واستون فيلا اللي خلص واحد صفر الاستون فيلا واخيرا شفنا واتكنز يجيب اول جول لي من اول الموسم طبعا يتجاب في تشيلسي في ارض تشيلسي عادي جدا. ماتش يخلص واحد صفر بالجون الوحيد اللي واتكنز من اول الموسم وده يعني حاجة غريبة جدا. وانت لو مشجع لتشيلسي بصراحة ربنا يعينك ولو معاك اي العيد من تشيلسي زي كده بريد مسلا معايا ستيرلينج اه ربنا يعينك ويعني ربنا يعين بقى الناس اللي كانت عاملة تريبل بقى ايه معاها تشيلول وستيرلينج وجاكسون وبص الهجوم وستيرلينج يديها كده جاكسون شطرة كده احلى جنو اسيستي في الفريق مرة واحدة كده. فانت لو كنت تحد من الناس دي معاك يعني ربنا يعينك. انا كان معايا ستيرلينج كنت هتجلت. لو انت معاك تشيلول اه 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 اتشيني. انا شيلت تشيلول الحمد لله قبل الجولة قمت جاب ما كانوا بوتمن على طول. فالحمد لله دي كانت احسن في الانصفير حصلت. جاكسون كالعادة خد الانذار الطبيعي بتاعه زي كل ماتش خرج لك بالنقطة المتينة الجميلة جدا 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 جدا. وده يخليه يتوقف لحد سبعة اكتوبر يعني بسم الله شاء الله وقف نفسه اسبوعين. اه تقريبا لحد بعد التوقف الدولي. مش هيلعب. عشان البي اه رايح كل ماتش يجيب لك نقطة. نقطة. نقطة ده انت جبتني نقطة يا اخي والله العظيم. اه كفاية كفاية يا شباب مع ماتش ده. بصوا ماتش ده بصراحة. شيلسي ارميها في الزبالة معليش يعني لو شجع بس يعني كلاعيبة كفانتزي لا يصلحه لا يصلحه خالص من غير اي حد. اه خالص بقى بصراحة. بس استون فيلا لازم تفكر في اللعبة كتيرة جدا منهم. طبعا كده كده اول خيار لوكاس دين او ماتي كاش. طبعا انا ارجح ماتي كاش لان هو بيهجم اكتر. جماتش اللي فات بس هو ما كانش في خطورة منه زي كل مرة. بس كان مقفل اكتر من اي حاجة عشان كده كده برضو في الاخر. وعندك خيارين في الهجوم لازم يكونوا معاكم. ممكن ليهم تالت اللي هو واتكنز بسبعة وتسعة مليون وديابي بستة وستة مليون بس تقريبا بعد من الفيديو ينزل ممكن يبقى ستة وسبعة مليون لان خلاص الناس كتيرة اوه بتجيبوا دلوقتي وانا جبتوا بصراحة جبتوا مغانا ستريلينج ده كان بترانسفير بتاع الاسبوع ده. والخيار الاخير خالص دوجلس لويز. لعب بخمسة واربعة بيلعب في الاسطن فيلا. اسطن فيلا عندها ماتشوت كتيرة قدام. واتكنز وديابي بيخشوا التمنتاشر كتير فممكن حد يقع حد يعمل دوجلس لويز يخش يشوتها. خمسة واربعة مليون بشتندم خالص بس برضو في كزا خيار. بس كده كده في حتة الخمسة واربعة دي انا رجح بصراحة تطلع شوية لستة وتجيب وورد براوس خرافي ومشياته الجاية هتبقى حلوة جدا بالجولة التاسعة برد. بس كلاما على اسطن فيلا زي ما قلنا الاربعة اللي بنتكلم عليهم وانا بصراحة ارشح لو انت هتختار واحد فيهم لازم دول يكونوا معاك تقريبا او حد فيهم على الاقل في الماتشات الجاية. زي ما انت شايف ماتشاتهم فشيخة الفترة الجاية. نخرج ده ونخش في ماتش ليبر بول واستهام. ليبر بول اخيرا حسا رجعت لحالتها شوية الى حد ما. ماتش خلص ثلاثة واحد لليبر بول شفنا فيه صلاح بجيب ونونيز وديبو جوتا اللي تنسجله والنس بدأ يبقى اه ممكن يبقى دلوقتي لان سعره سبعة وثلاثة مليون تقريبا. ولو هيفضل اساسي في الماتشات على الاقلاء وهيلعب سبعين تمانين دي هيبقى خيار فوق الممتاز ليبر بول. فلازم نركز معا الفترة الجاية ونشوف هيبدأ على طول ولا هتبقى ايه الدنيا وغير كده صلاح هيبدأ صلاح صلاح من اول الموسم مفيش ماتش واحد ما عملش فيه زي ما انتشاف قدامك. اخر ماتشين جايب عشرة وعشرة. ماتش يرجع للناس سقطهم والناس تبدأ اتصق فيه اكتر واكتر بعد كل جولة بتحصل والى حد ما دلوقتي خلاص سعره وبيزيد يعني ممكن بعد ما الفيديو ينزل يكون زاد بوينت وان اصلا. ومتوقع بعد الجولة التمنى اللي هو كله هيعمل فيها تقريبا كله هيروح ويجيب صلاح لان اغلب الناس هتعمل كمان والد كارد في فترة دي. فكل الناس تروح تجي على صلاح وصلاح بصراحة 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 احسن خيار في نص الملع حتى لو غالي. فبرضو لو انت بتفكر في كده كده في الجولة التمنى هنعمل هننزل كزا فيديو ارائي في المتاحة حاليا ممكن اعمل بيهم ايه? بس على اقول لك الخيار رقم واحد كده كده صلاح. اه حتى لو غالي. بس انا مش شايف ان انت تجري تجيب ولا 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 واحد مضمون ولا حتى خط الدفاع لان هو اساسا في اي ماتش حتى لوتن هيلعبوها هيجي فيه ومجور. ومن ناحية واستهام واستهام لازم تفكر في التسعين في المهم الفريق. الفريق قوي جدا الفريق حلو جدا. وزي ما انت شايف ماتشاته خرافية حتى من الجولة الجاية دي هيب عنده اه نيو كاسل بعدها اسون فيلا بس بعدها كله زي ما انت شايف قدامك الماتشات طفحة جدا لازم لازم يكون معاك لعيبة من واستهام. فبصراحة واستهام انا مش هرشح حد من الدفاع قوي. ممكن زومة بس انا مرشحش حتى زومة. ممكن كفال عشان الكفال بيهجم كتير. شفناه حتى الجولة دي جايب اسستها البون. رقم واحد خيار بصراحة تحتيه. اقدر اقول لك ممكن كمان انتونيو في الفريق. وكده كده لو انت هتعمل والد كارد لازم يكون اريولا معاك لان الفترة الجاية الماتشات حلوة جدا ان انت سيب اريولا باربعة واحد مليون خرافي وبيجيب سيفز بجيب كل حاجة. فبصراحة كوستهامة تبقى في الفنتز الفترة الجاية مهمة جدا هي واستن فيلا. بالزات وستهام كمان اللي عندهم لعيبة ممتازة. ونقفل الجولة بالماتش الطحفاء الماتش الغريب الماتش الخرافي اللي شاهد ان اي حد جب اي جون من اي حتة باي طريقة باي اسست باي حد باي حاجة في اي حاجة. نحن خالص تمانية صف. لنيوكاسل. طبعا احنا اكيد بنتكلم عن ماتش. خالص تمانية صف. انت بتخيل ان انت اتفمع تمانية صف. واحد الحاجة عجبتني بصراحة بصراحة. ان هما جبوا تمن تجوان بتمن لعيبة. يعني فيه تمن لعيبة مختلفة جايب اجوان مختلفة. واللي جاب assist في الاغلى ما جابش جون. يعني في في توحيد كده يا شباب. احنا هننزل كل واحد لي جون. يعني ولو عدنا العشرة نجيب اريولا يخش يسجل بقى او حاجة. يعني نتصرف. بس اريولا ده حرام ما يسجلش المطش ده. فبصراحة مطش كان غريب جدا. تمانية سفر. يعني بص زي ما انت شاف قدامك. اي حد سجل تقريب. يعني ما عرفش ما عادة فابين شير مسلا. اه خرج بتلات اسستات. طبعا تلاتة بولن. فلو هنأخر مطش ده. شفل دل فترة اللي فاتت ضعيفة جدا هجوميا ودفاعيا. فانت ممكن تستهدفها زيها زي اللوتن. الاتنين دول هنشفهم هما اللي هيبقوه. للأسف هيبقوا اخر اتنين في الفريق ممكن هما وبرن اللي كمان اخر تلاتة في الدور انا اسف. وهيهبطوا للشاملشيب للأسف المنظر اللي احنا شايفين والحد دلوقتي. التلاتة دول اللي هما مرشحين الاقوية لانهما يهبطوا للأسف. فممكن تنشن على تلات فرق دول اي حد بلعيبهم ممكن تخطف لاعب تبدأ بلعيبة هتلاعب الفرق دول عمو. بس لو احنا هتكلم عليها بجد. خطة دفاعها صريح بقاله كزا جولة. برن عالشمال. بوتمن في النص هو. فابين شار. تريبيه على اليمين. فانت عندك الاربعة دول سابتين. في البريمير ليج. تشيمز ليج. حتى هما هما بدأوا بهم بالتشيمز ليج. فكويس جدا. بوتمن الاتنين باربعة ونص تقريبا بوتمن ليس رافع اربعة وستة. فممكن تفكر في اي حد فيهم لو انت معكش فلوس ان انت تطلع من خمسة مليون او تريبيه للاسف لان تريبيه برضو بدأ يبقى ست فشيخ اللي انا ما اتشارهم زي ما انت شايف. حلوة فشخ الفترة الجاية. ولازم تستهدف لعيبة كتيرة منهم. نص الملعب للاسف في حاجات لعيبة كتير. في الميرون في جوردون في برونز اللي خرج مصاب. فما تعرفش مين هيبدأ انهمطش فلسه في بتاعه فتعرفش. في الاغلب هو اللي هيبقى سابت في بريمير ليج وازاك هو اللي هيبقى سابت في فممكن تروح على ويلسون وهيبقى دي فرينشل برضو. لان شفنا ويلسون لعب سبعين دقيقة المرة دي ونزل اساك كامل بعده. جاب فيهم جون ونهل ما. اه امان يا سوف ماتش خورة في صراحة. فبس كده ده كان الملخص بتاع الجولة. وتجهزنا للجولة السبعة. لو عجبتك في الحلقة ايعمل زبطنا زي ما زبطك. لو عندك اي استفسار اي سؤال. انزل كتبلي في كومنتات تحت ارد عليك. بنرد على ايه كومنتات عموما ما تقلقوش. اي سؤال عايز تبدل لعيب? عايز تجيب حد? عايز تمشي حد? كده كده انا معك في كومنتات فانزل كتبلي شوف انت عايز تسأل على ايه? فانزل كتبلي سؤالك على طول. بس اجدعان اتمنى اشوفكو فيديو جديد وشكرا جدا انت وصلتوا لنا. سلام.